السلام عليكم و مرحبا بكم في القناة أتمنى أن تكونوا بخير و على خير ما شاء الله في هذا الفيديو سأعطيكم كيف نحافظة لا تشتل حك لكي لا تخسر لها نضعها في المجميل لأنها تكون كثيرة نأخذها و نضعها في المكعبة تلتج لأنها كانت صغيرة وحيدة لحسب كمية البحثة في البوتيتة الحريرة كانت نأخذ بحثة حمية وحدة بغيتة 4 أو 5 لأنها كانت صغيرة و تخسر لها المكعبة نضعها في المكعبات و نضعها في الجميل أو لذلك نضعها في الكابكيك تكون كبيرة و نضعها في الحريرة و نأخذها كبيرة و لا شيء قليل و نأخذها غير صغيرة و نضعها في الطريقة التي و لا نستعملها لما تشتل حك مرة و مرة و لا نشريها كثيرا و مرة و لا نقوم بغيتة و لم تشتروا بغيتة و لون العمون والحمود فأنا نستعملها و نحاول أن نقوم بالكلام و نقوم بالاقود و نقوم بغيتة و إنا قام بالاقود و نحاول أن يخذها 100 طريق و لم نقوم بالأقود أي مرة و نقوم بالاقود مرة و نستعملها كانت أغذية تخصية مكعبات و يتسببهم إلى الناس و لن نجدتها من الخارج كما تشاهدون عمرتهم كاملين وحتى السلطة الطماطم التي نصبها في الدار تقديرها في هذه المكعبة التهيئة ويجبت أن تصبح محل الحالة من الوحدة لحسب محل الحالة في المرقاف أو في الباطا كما تصبح محل الحالة ومع مزيئة كما تصبح في الدار ونعمروا الكابكيك ونجدون مجمد ونحيضهم كاملين ونحيضهم من المكعبة التلش ونضعهم في الباطا لكي لا نريد أن نزوم أتمنى أن هذه الفكرة تعجبك سيدتي لا تنسوا أن تعملوا لي اللايك إذا أعجبكم أي فيديو ولا تبارتجوا فيديو هذا مع الأصدقاء لكي تدعموني أكثر لكي نعطيكم الجديد دائما وهذه هم الكابكيك ونحيضهم ونضعهم في البواطا يعني هي عمليين لا نضع البواطا كبيرة ونضعها في تلاجة وتخسر لنا ونضعوا بحل ماكة لكي تبقى للمدة أطوال ونضعوا ونضعوا على زر الجرس لكي يوصلكم كل جديد مع السلامة مع فكرة جديدة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر